اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاء من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق في اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هادا الموضوع في اشخاص بقولك بالها المقدمة مقدمتك طويلي زهقتنا ادخل في الموضوع يا أخي في أشخاص موجودين بتعلموا في أشخاص بهمهم المقدمة في أشخاص بتسمع المقدمة في أشخاص بتسمع الفيديو من أوله لآخره ما بقدر أنا أرضي ذوقك أنت أو أسلوبك أنت أو الإش اللي برضيك أنت وأرفض الباقيين فعشان هيك أنا بعطي حقي في الفيديو هذا أو في التسجيل عشان أرضي الجميع فأنت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك أنت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك أما أنك أنت بدك تغير أو أغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق أنت والله أنا شفت فيه ناس كثير تفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه أو أي كلام حطت عليه بدهم الأسلوب هذا أنا أتبعه على رأيي الأكثرية أنا بأخذ ماشي عشان نكون متفقين من البداية أنت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك أسلوبي وحسيت أني أنا دفش أو فض بالكلام أو كثير كلام أو هاد عادي يكتب ليها في تعليق تحت وأنا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن إذا فيها شتائم ومسبات هاد لا راح أستقبل كلامك بأسلوب بليغ في كلامك لكم كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف إيش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الأسبوع أو العشر أيام اللي أنا راح أحكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على أكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بيكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بيكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بيكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بيكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون بأي شيء مهم أو ضروري أو شراء أشياء مهمة بالنسبة لإلك أو عقد أو زواج أو توقيع لخطوبة أو زفاف أو أشياء مهمة كلها لأنها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الأشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون أو الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة أول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو 24 الشهر راح يبدأ من الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت 25 سبعة تمام الساعة 51 و 53 دقيقة بتوقيت جرينيج يعني صباحا أما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين 27 الشهر بيبدأ من الساعة 1 و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء 29 الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة 4 و دقيقة بتوقيت جرينيج وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيج طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو الساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج الجدي طبعا الشمس صارت موجودة في البيت الثامن اتحركت من مقابلكم من السرطان راحت على البيت الثامن فشوي خففت من الضغوطات بتخلي اهتماماتكم اكثر على الاموال المشتركة او قضايا الاموال المشتركة او الاموال اللي ما بتعود لك كيف تحصل على داعم او كيف تحيل مسألة مالية او كيف اهتمامات مالية او قضايا مالية او امور الها علاقة بالبنوك الضريبة التأمين حتى تحصيل ديون لايلك بالفترة هاي بتكون مناسبة ممكن تعزز الوضع المالي عندك بشكل جيد ولكن بالاهم انك تراقب مصاريفك بالفترة هاي او كثرتها او انك تدخل بمشروع او فكرة بدون دراسة وانك تاخذ حيثياتها بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا عطارد الموجود بيعمل عندك نوع من انواع التقلبات اثناء تعاملك مع الشركاء شركاء المال او العاطفة صحيح هو بدعمك بشكل ايجابي وبعزز نقاط تلاقي وسرعة بديها لتجاوز المشاكل والهموم ما بينك وبين الشركاء يعني بتجد الحلول دائما لهاي الامور الا انه في لحظات ممكن يخليك تعصب او تتخذ قرارات ممكن تكون مش مناسبة اما بالنسبة للزهرة في البيت السادس فهو بدعمك على اشياء لها علاقة بعمل او عمل جديد او توظيف بعمل معين او ترقية في مكان عملك وبرضو بدعمك على المستوى الوضع الصحي بيحدث بعض التغييرات او بيجاد بعض العلاجات لبعض الامراض اللي كانت مستعصية بالفترة الماضي عليك فممكن تجد علاج او حل علاج هاي المسائل بشكل قوي اما بالنسبة للمريخ طبعا في البيت الرابع هو اللي بيضغط على مشاكل البيت هو اللي بيجيب حدية بالطباع اثناء التعامل مع افراد العائلة بسبب خلافات نقاشات حدية مشاكل الها علاقة بالعقار الها علاقة بترتيبات او بدكور او مشتريات بعمل عقبات او تعب الزيادة على كل الامور اللي لها علاقة بالبيت والعقارات وافراد العائلة اما بالنسبة لالجدي طبعا لبرجك فعندك انت ثلاث كواكب والثلاثي بتراجع يعني بلوتو المشتري زحل الثلاثي بيتراجعوا وتراجعهم هات سلبي فعشان هيك بتلاقي تقلبات اللي بتصير على المستوى النفسي عندك على مستوى شخصيتك حدية الطباع العصبية التعب المفاجئ تقلب الصحي هذا كل ياتوا بسبب هاي الثلاث كواكب اللي بتتراجع فبدك تكون حذر ما تخلي الطاقة السلبية تسيطر عليك برضو حاول انك تنجز كثير من المهام ما تعتمد على الحضوض فيها اما بالنسبة لها نبتن نبتن في البيت الثالث فعشان هيك نبتن بخوفك او بيشككك ببعض الاشياء بيخليك ما تثق بيخليك شوي مزاجك متعكر عصبي حد الطباع بيخليك ما تركز اثناء تنقلاتك اثناء قيادتك للسيارة بيخلي عندك نوع من انواع الوهم او بيشككك في بعض الاشياء او بعض قدراتك اما بالنسبة لأورانوس في البيت الخامس هو اللي بيحدث المفاجآت وانت مفاجآتك الفترة هاي جاي على مستوى البيت الخامس اللي هي العاطفة فبيجيبها بشكل مفاجئ اما علاقات بشكل مفاجئ بتصير حب او بشكل مفاجئ بتنتهي علاقات او بيخلي علاقتك مع احد الابناء او الوالدين فجأة اما جيدة وبتزيد العلاقة وتطور هائل جدا بالعلاقة ما بينكم او بيعمل قطيعة ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين بسبب مشاكل بتيجي بشكل مفاجئ فانت بدك تكون حذر من هاي التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ على كل شيء له علاقة بالعاطفة على الحب وعلى الغراميات على امور الهلاقة بالابناء والوالدين اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بيكون موجود بالعذراء فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا اجمل الانضباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة ايجابية جدا اهمش انك ما تضيع عليك الفرصة من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان فعشان هيك الفترة هاي بتكون جيدة للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تغيير على طبيعة عمله وبينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم تتسلط عليكم الاضواء وتخضع لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضيع فرص وما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق والتوتر من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة صديق اهم اشي انك ما تعمل وحيد بالفترة هاي حاول انك تشارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود احد الاصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس اهم شي انك بالفترة هاي تتجانبوا او بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لا حد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي اهم شي انك ما تحسم امر الفترة هاي سلبية ومخيبة الامال وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها من ظهر يوم الجمعة بصير القمر موجود بالجدي عندكم فعشان هيك من ظهر يوم الجمعة بتبدأوا الفترة هاي فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد جديد وانك تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات من اسرع فترات الشهر واكثرها تنوعا ادخل التنوع لحياتك الشخصية الفترة هاي فيها انفراج وفيها تسوية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء